من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نسرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا خير يجمعنا خير يجمعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نسرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا خير يجمعنا خير يجمعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا وإننا لا ينثني رغم المصاعب عزمنا رفقاء في نفس الطريق وإننا لا ينثني رغم المصاعب عزمنا رفقاء 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 يحدون الأمل رفقاء لا نرضى الكسل رفقاء يحدون الأمل رفقاء لا نرضى الكسل رفقاء 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 من مثلنا صعد القمم من مثلنا حاز الهمم من مثلنا صعد القمم من مثلنا حاز الهمم رفقاء 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 عزيزي المشاهدين سيداتي وسادتي الليلة بدانا بداية قوية ودسمة منشدان من نجران الحبيبة المنشد محمد سالم الغامدي والمنشد محمد عادل العضل أنشد هذا النشيد الذي يمثل إحدى الجمعيات التي ستشاركنا هذه الليلة من قناة المرقاب الفضائية الأولى والثانية ومن برنامج الخير يجمعنا في رمضان نرحب بكم في كل ليلة وهنا من مسرح مدينة الحكير لان وبهذه المناسبة نرفع الشكر والتقدير إلى الشيخ عبد المحسن الحكير الذي وفر لنا هذا المسرح لنسجل فيه حلقات لدعم الجمعيات الخيرية والإنسانية أيضا نشكر بيت الدونس أو مجموعة النصير المحدودة والتي تمتلك بيت الدونس على تقديم الضيافة ليليا وأيضا الجوائز أيضا نشكر فاعل الخير أبو طلال والذي قدم لنا الكثير من الهدايا والأرزاق والشكر لكم جميعا ولجميع الجمعيات الخيرية والإنسانية طبعا البرنامج هدفه الأول والأخير أن نحصل على دعم من أصحاب الخير وهم لله الحمد كثيرون في المملكة العربية السعودية أبناء المملكة العربية السعودية عرفوا بالكرم وبالمروة وهذه الليلة نتمنى أن يتم الدعم مباشرة لدينا الليلة أيضا فقرتين الفقرة الأولى فاعل خير تتصلوا بالرقم الذي سيوضع على الشاشة إذا كنت في حاجة أو كنتم في حاجة إلى مساعدة إن كنتم تحتاج إلى علاج تحتاج إلى تسديد أجار أو أي شيء ثاني فهناك أهل الخير إن شاء الله أيضا الليلة لدينا المفاجأة التي عودناكم عليها وهي الفلوس عندنا جائزة إن شاء الله سيخرج واحد منكم وعنده ثمن خروف العيد ومثل ما يقولوا جبنا العيد إليكم مقدمة هناك أيضا جوائز عبارة عن كوبونات بقيمة حوالي 20 كوبون في الجائزة الواحدة وهي مقدمة من بيت الدونت وهذه الليلة أو من الحلقات القادمة ستشاركنا شركة الرياض العالمية والمالكة لسلسلة مطاعم مكدونلز في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية وشكرا لصاحب السمو الأمير مشعل بن خالد الفيصل آل سعود الذي وجه الزميل والضاح وهو معنا هذه المساء لحتى يستطيع أن يساعد بما يستطيع عادة شركة الرياض في دعم الجمعيات الخيرية والإنسانية الليلة لدينا كما قلت مجموعة من الشخصيات الهامة وأنا سعيد كل السعادة أن يكون معي زميل قديم ولكنه الشخصية التي دائما أعتز وأفتخر بها وهو سيمثل الجمعية الخيرية للطعام معنا الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفوزان وهو أستاذ علم الاجتماع وعميد معهد البحوث جامعة حائل في عروس الشمال حياك الله دكتور أهلا وسهلا حياك الله دكتور محسن ونسعيد جدا حقيقة أن يكون معكم وأيضا مثمنا لهذه القناة المرقاب هذا الدور الخيري الذي يمثل رافض أساسي للعمل الخيري هذا أولا ثانيا دعني أقدم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد وأيضا للأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي الكريم هذا الشهر الفضيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع وأيضا فخور جدا بأن يكون مع هذه الكوكبة من شبابنا الذين فعلا يمثلون العصب الرئيسي في العمل التطوعي والعمل الخيري وإدارة هذا العمل فأنا والله فخور وأيضا هذا الجمهور الحبيب الذي يوجد أمامنا وأيضا الجمهور خلف الشاشات من الأخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أنت والفريق العامل معك ألا يحرمكم الأجر وأيضا للشيخ عبد المحسن أحكير الذي تبنى مثل هذا المشروع في مثل هذا المبنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر وأن يجعل ذلك إن شاء الله في ميزان حسن ولا ننسى الحقيقي الرئيس مجلس إدارة قناتي المرقاب الأولى والثانية الشيخ مسعد بن سعود بن سمار الذي حثنا على عمل فعل الخير في هذا الشعر الفضيل وهذا ليس لا يستغرب والعمل الخيري أحد روافده الأساسية هو العمل الإعلامي الذي يمكن أن يوصل إلى شريحة كبيرة جدا فجزاهم الله وعننا خير لتبني مثل هذه المشروعات ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يجعل هذا في ميزان حسنات جميل أنا أيضا تكلمت عن الجمعية الخيرية للطعام ولا بد أن نذكر الأستاذ عامر عبد الرحمن البرجس وهو المدير التنفيذي لإطعام الرياض حياك الله الله يحييك يا دكتور وشكرا على هذه الاستضافة وأثني على كلام الدكتور عبد الله برفع أسم التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي أهده وولي أهده الأمين وولي أهده بمناسبة رمضان وأشكر العم عبد المحسن الحكير على فعل الخير القبير بصراحة على استضافتنا هنا وهذا الشيء غير مستقرب عليه والشكر موصول إلى الشيخ مسعد بن سعد بن سمار على هذه المبادرة الجميلة بحيث أن جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة تطرح رؤيتها وأهدافها ورسالتها أبرأ برنامجكم الخير يجمعنا في رمضان شكرا حينما أذكر نجران ترتسم الابتسام على وجهي فنحن نتكلم عن منطقة غالية وعزيزة وهم الذين يمثلون الحد الجنوبي هم الذين رفعوا الرأس عاليا يا أبنى نجران نحن فخورون بكم دائما وعبدا وهذه الليلة وللمرة الثانية نستطيف جمعية من نجران الحبيبة وهي جمعية رفقاء برعاية الأيتام بنجران ويمثلها الشيخ أسعد فرحان الفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة حياك الله شكرا الله يحييك ويبارك فيكم وإزاكم خير على هذه البادرة الطيبة وفي البداية أتقدم بالتهنئة لمولاي خالي محرم الشريفين ولي عهده ولي ولي عهده الأمين على هذا الشهر الكريم والسلام عليكم أن يجعله شهر خير ورحمة أيضا أتقدم بالشكر لقناة المرقاب على هذه البادرة الطيبة ولمجموعة الحكايرلان على هذه الاستضافة الكريمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير شكرا جزيلا أيضا معنا الأستاذ عيسى يحيى القرني وهو مدير البرامج والمروارد في جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران حياك الله الله يسلمكم ويبقيكم بداية أيضا أرفع التهرئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين وإلى ولي ولي العهد وإلى الأسرة البانكة وإلى الشعب السعودي الكريم وليكل من يشاهدنا عبر هذه الشاشة الجميلة شاشة قناة المرقاب السباقة إلى هذا العمل المميز الذي إذا ذكر تشكر حقيقة علي ولن أزيد على ما ذكره أساتذتنا وأحبه ونمعنا في هذا اللقاء إلا أنني أبتهل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقومون به أحوز لك أن أرجع لك على الشيء سكمل لازم نبدأ سأبدأ الآن بالجمعية الخيرية للطعام الحقيقة عادين معلومة بسيطة تعد الجمعية الخيرية للطعام طعام مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام وتسعى لخلق وعي ونشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع السعودي من خلال إقامة معارض تثقيفية وتقديم ندوات ومحاضرات توعوية لتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة أستاذ عامر نبغاك تعطينا النبذة مختصرة عن إنجازات الجمعية منذ تأسيسها في المنطقة الشرقية ثم فتح فرعها في الرياض اللي أنت ترسوك بسم الله الرحمن الرحيم لا يخفى عليكم أن الجمعية انطلقت في المنطقة الشرقية بمبادرة من رجال الأعمال أو أنا أسميه بصراحة رجال الخير عندما رأوا الهدر الكبير في المطاعم وفي حفلاتنا وعراسنا ارتعوا أن ينشؤون جمعية على قرار بنوك الطعام في العالم الموجودة فهي بنك الطعام السعودي انشأوا بنك الطعام السعودي قبل ثلاث سنوات أو أكثر بدأنا انطلقنا في الشرقية ومن ثم بعدها بسنة ونص ارتعوا رجال الأعمال موجودين في الرياض أنهم يفتحون فرع لهذه الجمعية في مدينة الرياض والحمد لله انطلقت أعمالنا قبل أكثر من سنة في مدينة الرياض خلال هذه السنة الحمد لله يمكن أقول لكم حفظنا أكثر من 250 أو وزعنا أكثر من 250 ألف وجبة على المستفيدين طبعاً يطعام عندها عقود مع الفنادق وصالات الأفراح بحيث نأخذ الأكل الزائد بعد انتهاء الحفلة وعندنا عقود أخرى مع جمعيات خيرية مثل جمعية كافيف وجمعية الزهايمر وجمعية الملك سلمان بحيث نوصل هذا الأكل إلى المستفيدين فربطنا الأثنين مع بعض والحمد لله انطلقنا في هذا العمل في رمضان الآن عندنا موجودين خيم رمضانية نأخذ الأكل بعد الفطور ونوزعه في نفس الليلة إلى المستفيدين بحيث يكون سحور لهم ونرجع من بكرة نأخذ الموجود على السحور في الخيم رمضانية بعض الفنادق عندهم سحور رمضاني نأخذ من وزعه من بكرة بعد صلاة العصر ونوزع للمستفيدين يكون فطور لهم طبعا عملكم ليس في شهر رمضان فقط أنا لا عرفت أنه لا عملنا مستمر على طول السنة مستمر باستمرار زيد سؤال عامر سؤال لا بد أن نطرحه خاصة في المجتمع السعودي الإسراف يعني شخص يدعو لخمسة أو عشرة أشخاص ويقيم مأدبة إلى مئة نقول خمسين وياريت أنه يأكل قليل من المأدبة وثم تذهب بمتب كرامة للزبالة صحيح أعتقد هذا هو الهدف الرئيسي اللي خلاكم تنشؤوا هذه الجمعية هو الهدف للحفاظ على هذه النعمة نعم لأننا في النهاية مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى فأرتع لما انطلقنا بهذه الجمعية أحد أهداف الرئيسية نشر ثقافة حفظ النعمة بين المجتمع يعني إطعام أقامت حملة اسمها نبيها تدوم خصصناها للأطفال قلنا لهم أنتم سفرائنا في البيت بحيث أنهم يحافظون ونعلمناهم كيف يحافظون على هذه النعمة أطلقنا حملة سميناها أحفظها واكسب جرها خصصناها لربات البيوت وزعنا عليهم أكياس حفظ النعمة بحيث أن فيها علب من علب أطعام نقول لهم بعد نهاية الفطور أكيد السفرة تكون ممدودة حطوا الأكل الزائد القير ملموس ويوزعوه الأب أو الزوج ويوزع هذا الأكل الزائد إلى المستفيدين حول المنزل فبالتالي ننشر الثقافة هذه باستمرار بحيث أن نسعى لتقليل هذا الهدر الكبير من الطعام جميل أمر رح نحطينا رقم حساب الجمعية وأنا أدعو جميع المواطنين السعوديين لدعم هذه الجمعية التي تحافظ على النعمة رقم الحساب أنا أعيد وأكرر ودائما أقول ريال واحد إحنا خمسة وعشرين مليون لو تبرع الواحد منكم بريال أمامكم الرقم الحساب أبغى أسمع التلفوني دك أو أبغى أسمع أنه فيه هناك تبرعات إلى الجمعية أنا بنتقل للدكتور طبعا نحن نبغى نستفيد من وجود الدكتور معنا الليلة ونبغى نتكلم عن ثقافة تعزيز العمل الخيري في المجتمع السعودي لدعم الجمعيات الخيرية والإنسانية بصورة عامة وجمعية إطعام بصورة خاصة جميل إذا نظرنا لأي مجتمع في الوجود بطبيعة الحال بأعتبار متخصص في علم الاجتماع نحن نقول دائما أنه لا يمكن للأجهزة الحكومية الحكومية أن تقوم لوحدها لوحدها بالأعمال المتشعبة في المجتمع وبما فيها الأعمال الخيرية من حسن الحظ في مجتمعنا السعودي أن المنطلقات الأساسية لهذا المجتمع هي منطلقات شرعية وهذه المنطلقات الشرعية دائما تحث سواء في القرآن الكريم أو الحديث النبوية إن نستقيها منذ الصغر بأنها تحث على التراحم والتكافل والاستخلاف على هذا الأرض وخدمة ليس فقط المجتمع وإنما خدمة البشرية إذن هذه المنطلقات هي التي ننطلق منها ولله الحمد منذ صغرنا نتربى على هذه القيم تبقى القضية هل يمكن للأجهزة الحكومية لوحدها أن تقوم بهذه المسؤوليات؟ لا في كل المجتمعات البشرية هناك الجهد الموازي للجهد الحكومي ونحن ما نسميه الجهد الأهلي أو تأسيس ما يسمى الجمعيات والمنظمات غير الربحية المنظمات الأهلية التي تساهم حقيقة في إدارة العمل الخيري بسند بعد الله سبحانه وتعالى من رجال الأعمال وأيضا من الإعلام كما نفعل الليلة وأيضا بأن يكون الشباب والشابات شباب وشابات المجتمع هم العصب الأساسي الذي يدير ويقوم بهذا العمل ولذلك ولله الحمد شاهدنا في مجتمعنا أن كثير من شبابنا وشاباتنا يقومون بهذا الدور فقط هم يحتاجون من يأخذ بأيديهم من يدعمهم لإدارة هذا العمل ولذلك من هنا كما تفضلت يا دكتور محسن قبل قليل نسائل ونسأل رجال الأعمال الأخيار وهم أخيار إن شاء الله في مجتمعنا أن يكونوا خير داعم لمثل هذه السواعد التي فعلا آثرت بأن توقد شمعات توقد شمعات بدلا من أن تلعن الظلام بمعنى أنهم هم ساهموا هم قاموا بهذه المجهودات وفقط يريدون أيضا تشريعات بحيث نتحكم هذا العمل حتى يطمئن الناس لمثل هذه التشريعات أيضا الإعلام نحن نقول أنه لا يمكن لأي عمل أن ينجح عمل خيري إلا بسند إعلامي يستطيع فعلا أن ينشر التوعية ويحث على عمل الخير وهذا ما قامت به قناة المرقاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحلمهم جميل دكتور أنت جبت الآن نقطة ونحن كنا من قناة المرقاب نطرح مبادرة بفكرة وسؤال لماذا فكرة قناة المرقاب تطرح على جميع القنوات العربية والإسلامية وخاصة تلك القنوات التي تملكها أو لها استثمارات سعودية لماذا لا يخصص في السنة شهر واحد وهو شهر رمضان المبارك ويقدم من خلال برامج خيرية وإنسانية كما فعلت المرقاب لأنه الآن بعض القنوات وبدون تسمية ليست لها صلة بشهر رمضان المبارك كل المسلسلات وكل البرامج وكل وكل إساءة لهذا الشهر الفضيل قناة المرقاب تسأل ألا توافقون مع قناة المرقاب والتي خصصت جميع برامجها من يوم الافتتاح لحتى النهاية تحت شعار الخير يجمعنا بمعنى جميع برامج قناة المرقاب الأولى والثانية تتحدث عن الخير ننتظر منكم الإجابات هل أنتم راضون عن ما تقدمه بعض القنوات الفضائية من هذه المسلسلات هذه البرامج التي تتكلم عن المخدرات والخيانات وووو والآخرة تقفوا أبناءكم وخلونا نعيش في الخير شهر واحد لن يضركم أنا بنتقل لك نبغي نتكلم عن ثقافة حفظ النعمة منذ البداية من الأسرة لأنه إحنا دماء نعلم أبنانا هذه الحفظ سنكبر نفس الشيء يعني الشاب يروح يعزم لخمسة ستة شيء يتوارثه بدل ما يتوارث مثل ما قال الدكتور يجب أن نتوارث الأشياء الخيرية الأشياء الإنسانية وليس الأشياء المضرة للمجتمع وللوطن ككل هذه واحدة من سياسات الإطعام نحن أقمنا حملة نبيها تدوم مرتين أقمناها خصصناها للأطفال الابتدائي أقمنا حملات حفظ النعمة خصصناها لسيدات أو ربات البيوت ربات البيت ربات البيت أو الأم في المنزل لما تبدأ تعبي زائد الطعام في هذه العلب البنت تشوفها تتعلم منها خاصة تعطيها الأبن أو يوصلها بالأحرى إلى مثلا عمال موجودين في الشارع الأبن يتعلم خاصية العطاء وكلهم بالتالي يتعلمون أول شيء الحفظ النعمة ويتعلمون العطاء هذا ما تسعى إليه إطعام باستمرار بالنشر هذه الثقافة قبل ست شهور أقمنا ما يسمى التوعية إلى المدرسات استطعنا أن ندرب 250 معلمة على مدى خمسة أيام عن طريقة حفظ النعمة ماذا يضع داخل هذه العلب يعني نقول لهم مثلا الأكل فيه مايونيز الأكل فيه سلطة ما يضع في هذه العلب ماذا يضعون تثقيفهم عن القدر القدر الأكل للأسف لا زال عندنا شعارات املأ العين قبل البطن وقت ما يكون عندنا ضيف الزود ولا النقص نقول لهم لا دعونا نقول احفظها وكسب جرها دعونا نقول حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا يجب أن نحافظ على هذه النعمة لأننا مسؤولين أمام الله جميل دكتور أنا أبغي برضو بسألك سؤال مهم جدا وربما تكمل للسؤال اللي طرحت على الأستاذ عامل في المجتمعات الأخرى أو المجتمعات المتحضرة يثقف الطفل منذ صغورة يعني بمعنى آخر حينما يطلب أكل خلينا نأخذها في المطاع في الحفلات البوفيت تجد الواحد مننا يأخذ صحن ويعبي الصحن وهو يعرف أنه لن يأكل ثلثة أقل من الثلثة ويرمي في الوقت أنه من منذ الطفولة الأسرة تعلم أبناها أنه يأخذ على مقدار ما يريد هو كأستاذ اجتماع دكتور نبغى نزرع هذه الثقافة وأنا سبق أنه أقول نبغى نزرع ثقافة حفظ النعمة منذ الطفولة يعني دور الأسرة دور الإعلام اللي تفضلت فيه دور المسجد دور المجتمع نعم نعم أيوة تفضل أنت طرحت لأننا نحن بالنهاية نحن نتحدث عن قضية تربوية في المقام الأول تبدأ من الأسرة فعلا لكن لو لاحظت وهذه خاصية في مجتمعنا أننا لا نفرق بين مفهوم الكرم ومفهوم الإسراف جميل وهذه قضية فعلا محورية لا بد أن نبين المصطلحات فبالتالي وأنا أكون صادق معك وغرت حول هذه القضية كثيرا بتويتر وقلت أنني لا أخشى على مجتمعنا شيئا قد يضر به بقدر ما قد يضر به هو هذا الإسراف ولذلك أقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت شوف النتيجة فكفرت بأنعم الله فماذا حدث فكفرت بأن فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لذلك أتت هذه التشريعات القرآنية لتحدثنا بأن النهاية المؤلمة هي في الإسراف والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين لذلك هذه الثقافة يجب أن نتوقف عندها فعلا ويجب فعلا أن تكون الأسرة هي البادئة ثم بعد ذلك المدرسة ثم بعد ذلك المسجد ثم بعد ذلك وسائل الإعلام لأننا إنسكتنا ولهجب أن يأخذ على أيدي السفهاء أحيانا والله يا دكتور محسن أحيانا تشوف مقاطع مؤلمة ومحزنة ترى مئات الصحون مكتملة ترمى في للأسف حاويات الزبالة هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والله أنني لا أخشى على مجتمعنا من شيء لا من حروب ولا من غيره بقدر ما أخشى عليه منها حالة الإسراف هذه فإذ بالتالي أنا أقول من عبر قناتكم المرقاب الليلة يا شعبنا الكريم يا شعب المملكة العربية السعودية هذا هو الله سبحانه وتعالى يخاطبكم في الآيات القرآنية وها هو سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم كلها أمامنا يجب أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا أيتها الأم أنت المصدر الرئيسي في البيت يبدأ من عندك ويا أيها الأب يا أخوان الكرم جميل جدا أن يكون هناك كرم لكن فرق بين الكرم والإسراف فلذلك إن لم نتق الله وإن لم فعلا كل يقوم بدوره في هذه المسألة فوالله أني أخشى من عقوبة إلهية لا تذر أحد منه لا تذر أحد منه فلذلك لنقف هذا الموقف الجميل أنا لا أريد أن أكون واعظا هذه الليلة ولكنني أعرف أنه من مهددات المجتمعات كفر النعمة هذا قانون إلهي ليس قانون عبد الله الفوزان ولا الدكتور محسن ولا الإخوان ولذلك لنتق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم ولذلك أنا أقول ولله الحمد أننا لم نقف هنا أيضا مبادرات مثل هذه المبادرات يا دكتور محسن التي فعلا انطلقت لم تقف متفرجة ولم تقف فقط تشجب مثل هذه الممارسات وإنما ولله الحمد بدأت تنتشر في مناطق المملكة المختلفة هذه المؤسسات وهذه الجمعيات وهؤلاء الشباب والشابات الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزئهم عننا خير الجزاء ليقوموا بهذه المهمة ما دمنا لنشتغل على مسألة التوعي والتذقيم ولكن هل نقف متفرجين لا مثل هذه الجمعية جمعية طعام أنا أعتقد أنها مبادرة خيرة تساهم في حل جزء من المشكلة بإذن الله تعالى وهذا ما هو مطلوب مننا في هذا المجتمع جميل نحن نأخذ منك كلمة لأنه تعرف عندنا برضو ضيوف آخرين يشاركوا نبغى كلمة أخيرة دعوة رجال الأعمال وسيدات الأعمال لدعم جمعية الطعام بصراحة نحن موجودين حاليا عندنا مقر تشغيل متكامل في غرب الرياض نحفظ فيه الرز والوجبات هذه ثم ننطلق في توزيعها على المنطقة غرب الرياض الآن بعد مضي سنة أو أكثر على عملنا في الرياض أشعر أنا كمسؤول عن هذه الجمعية كأن أطير بجناح واحد غرب لا بد يكون شرق فالشرق الرياض برضو لا زال موجود أيضا هناك حاجة لتقطية المستفيدين في هذه المنطقة ولتقطية المطاعم الموجودة بأخذ الزائد منها لأن الساعة 12 بالليل دكتور أمر من بلدية أي أكل موجود عند إقلاق المطعم يجب أن يرمى إذن لما نكون نحن موجودين ثقثة تامة على طول عمال المطاعم يرمونها أنا شفت الليلة أنا عفوا نشفت أحد المطاعم فعلا نرمى الكثير من الأطعمة في الزبالة نحن موجودين في قرب الرياض نحتاج إلى أن يكون هناك لنا فرق في شرق الرياض حتى نقطي جزء أكبر من العاصمة إن شاء الله بوجود دكتور عبد الله والحديث الشيق لأننا أريد أنك كلمة أخيرة على أساس نختتم ونأتي بضيفين آخرين فضل دكتور عبد الله أنا أقول إن شاء الله تعالى لدي قناع بأن مثل هذه البرامج ستقود إلى التوعيات لا نيأس بإذن الله تعالى مجتمعنا في خير ورجال الأعمال خيرين والناس يريدون فقط التذكير الكل يا دكتور محسن الآن لو تسألوا عن التبذير سيشجب هذه الممارسة والإسراف لكن الكل يمارسها مع الأسر وهذه حالة من التناقض الثقافي الموجود في المجتمع لذلك لتكن أفعالنا إنعكاس لثقافتنا الشرعية التي تدلنا على الخير دائما فمن هذا المنطلق أنا أقول بإذنه تعالى أننا سنبدأ مرحلة جديدة وأيضا الدولة ولله الحمد تبنت كثير من المواقف التي ردعت فيها بعض المناسبات التي فيها إسراف وتبذير للطعام وهذا حقيقة نشكر عليه المسؤولين الذين اتخذوا إجراءات لمنع مثل هذه المناسبات بأن يكون الطعام يرمى ويهدر في حاويات الزبالة طبعا نيابة عنكم جميعا نشكر الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الفوزان أستاذ علم الاجتماع وعميد معهد البحوث بجامعة حائل عروس الشمال وأيضا الأستاذ عامر عبدالرحمن البرجس المدير التنفيذي لطعام الرياض نشكرهما الحقيقة لمشاركتهم في برنامج الخير يجمعونا في رمضان الآن ناخد فاصل مع المنشدين عندنا نجوم الخير لديهم نشيد عزيز وغالي علينا جميعا تفضلوا انتم جاهزين مكانكم نبغى نسمع النشيد على أساس نودعكم ونستقبل ضيوف آخرين تفضلوا طلع البادر علينا من ثنيات الوداع طلع البادر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البادر علينا طلع البادر علينا من ثنيات الوداع طلع البادر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع شكرا شكرا جزيلا طبعا أنا ودي كل واحد يعرف بس بسمه بس عرف بسمه كل واحد يقول اسمه عبدالله ماجد الجار الله علي عبدالعزيز الصنات عبدالله عبدالعزيز الصنات عبد عزيز خالد المعيدر نعم عبد عزيز خالد المعيدر محمد إبراهيم تحية للشباب هذا نجوم المستقبل ونجوم الخير شكرا جزيلا استريح خلاص استريح على أن نواصل حقيقة البرنامج كما قلنا لدينا جمعيتان ولدينا الليلة أيضا مفاجهات هامة من برنامج الخير يجمعنا في رمضان ولكن أهم مفاجأ أنتم فاجؤون تبرعوا للجمعيات الخيرية والإنسانية الآن سننتقل بكم أيضا إلى جمعية أخرى وهي جمعية تهتم بالأيتام معنا جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران وكما عرفنا الشيخ أسعد فرحان الفيفي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ عيسى يحيى القرني مدير البرامج والموارد قبل نعرف ضيوفنا والمفاجآت السارة الموجودة وسبق أنه قدمنا لكم منشدا وشاعرا قبل ليالي وكانت له ردود أفعال قوية فلاح المسردي تذكروه والليلة الحقيقة الضيف موجود عندنا تحية للأستاذ فلاح شكرا جزيلا الحقيقة الآن نبغي نعرف تعطينا نبذة مختصرة عن جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران الله أعطيك العافية دكتور الحقيقة أن رفقاء هو الاسم المختصر للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران والتي تأسست برقم 622 عام 1432 للهجرة وذلك بهدف خدمة الأيتام في منطقة نجران ومحافظاتها السبع الجمعية لها رؤية وهي أن تكون رائدة رعاية الأيتام بتمييز واحتراف ورسالتها هي أن تقدم خدماتها للأيتام في منطقة نجران الذين يبلغ عددهم قرابة 4000 يتيم تموا الله الحمد إلى الآن خلال ثلاث سنوات الماضية كفالت أكثر من 1650 يتيم والآن العمال جاري على استكمال بقية الأيتام بإذن الله سبحانه وتعالى جميل بنتقل للأستاذ عيسى يحي القرني مدير برامج الموارد أبغى تبين لنا العقبات والصعوبات التي تواجه الجمعية في استمرارية إنجازاتها أو مشاريعها حقيقة دائماً الذي يؤخر أي عمل تطوعي أو عمل خيري هو قلة الموارد أو قلة الدعم أو إحجام بعض الدعمين عن دعم أي عمل خيري ونحن ولله الحمد والمنا قد لا نواجه مثل هذه الصعوبة وبفضل ما نحن في نعيش في هذا البادل الكريم المعطاء وقد وجهنا ولله الحمد والمن العطايا الكثيرة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والحكومة الرشيدة أيضاً التي تدعم هذه الجمعيات المؤسسة وأيضاً رجال الأعمال في منطقة رجران وأيضاً في المملكة العربية السعودية والمحتسبين وأهل الخير الذين حقيقةً يشكرون على ما يبدلون ويقدمون فأول عقبة دائماً تواجه أي جمعية خيرية اللي هو قلة الموارد وقلة الدعم وإن شاء الله أننا ونحن معكم في هذا البرنامج قد نتعد تطلبوا من أهالي نجران بصورة خاصة حينما جاءنا بمكتب الدعوة في نجران جادة التبرعات من نجران ومن المناطق المحيطة بها نريدكم توجهوا دعوة لرجال وسيدات الأعمال في نجران وفاعل الخير تبرع إلى جمعيتكم أهل نجران ورقم الحساب موجود شوف رقم حسابكم موجود على الشاشة أنا أقول أهل نجران أهل الكرم وأهل الجود وليس مستغرب عنهم ما يقدمونه وما قدموه لهذه الجمعية المعطاء حقيقةً أنهم وقفوا وقفة مشرفة مع الجمعية منذ تأسيسها إلى هذا الوقت وهم يدعمونها بالجهد والاستشارة وأيضاً إن ذكر رجال الأعمال فنذكر الكل ولا نستعثني البعض فأيضاً أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبهم بهذه الليلة الكريمة أن يمنوا ويبذلوا ويساعدوا أبنائهم أبناء منطقة نجران ويبذلوا وليس هذا بمستغرب عنهم جميل أنا الحين بأسحب على في جوائز طبعاً كل جائزة بعشرين كوبون موجودة بأسحب خمسة وعاديهم نسحب على قيمة الخروف في مبلغ مبلغ موجود هنا واحد منكم إن شاء الله يطلع فيه بس خلونا الآن أنا عندي خمسة أرقام هنا على أساس اللي يشوف الرقم اللي عنده يروح لأخ محمد علي وهو مندوب بيت الدونت ويقدم له عشرين كوبون قيمة طبعاً فيه عشرين كوبون لعشرين دونت والواحد قيمته يعني بثمانين ريال خلينا أول رقم هو ستة خمسة ثلاثة ستة خمسة ثلاثة اللي عنده ستة خمسة ثلاثة يروح هناك نأخذ أنا بس بقرأ الأسماء بسرعة و صفر ستة ثمانية صفر ستة ثمانية بسرعة سرعة احنا بنقول صفر ستة سبعة هذه ثلاثة ستة ستة صفر ستة ستة وأنا بطلع من أخ محمد علي محمد علي وزعها على الموجودين أمامك كل واحد يأخذ لكارتون وبعد شوي سنتكلم عن الخروفة الآن نبغى نعود للشيخ نبغى نتكلم أيضا احنا تكلمنا عن العقبات والصعوبات وتكلم فيها عن إنما نبغى نقول كيف نستطيع أن نعزز ثقافة التبرع للجمعيات الخيرية والإنسانية وأنتم لكم الحقيقة دور كبير في توعية المجتمع لدعم الأيتام وخاصة أنتم الأيتام خلينا أولا نشرح نوعية الأشخاص المنضمين إليكم يعني الأيتام ديلا تأخذوهم هل الأيتام ياتوا لكم ولا أنتم تبحثوا عنهم وتروحوا ليهم ولا تكلمنا عنها حقيقة الجمعية لها استراتيجية عملت عليها منذ تأسيسها في آلية تقديم خدماتها للأيتام فمنذ بداية تقديم اليتيم للخدمات أو طلب الخدمات هناك بوابة كترونية تشرفت الجمعية بتتشينها من صاحب السمو الأمير جلوي أمير منطقة نجران بحيث أن اليتيم من مقره وفي بيته يستطيع أن يدخل ويسجل بياناته الأولية ثم بعد ذلك فريق البحث عندنا في الجمعية يأخذ البيانات كاملة ثم يزور اليتيم في منزله ويستكمل جامع البيانات التي يحتاجها ثم بدراستها واستقصائها تقدم له الخدمات وهو في مقره يعني لا يحتاج البيانات أن يأتي إلى الجمعية مباشرة من بوابة الإلكترونية للجمعية يقدم خدمات أيضا البوابة أعطت فرصة للمجتمع اليشاري فهناك بوابة فاعل خير يستطيع أن يدخل ويدينا بيانات أي يتيم قد يتعفف لا يتيم إلى الجمعية فإذا كان الشخص يعرف يتيم يدخل ويسجل بياناته الجمعية مباشرة تتواصل معه أيضا بوابة أخرى للكفلاء الذين يريدون أن يكفل أهتهم يدخلوا يسجل بياناته عندنا قسم الموارد يبدأ بالتواصل مع هذا الكافل ويطاه بيانات يحتاجها من سجل الجمعية الرسمية ومن أرقام حساباتها ثم بعد ذلك يستطيع أن يكمل إجراءاته النظامية عن طريق البوابة أكترونية أيضا يستطيع أن يتابع حالة هذا اليتيم حالته الدراسية حالته الصحية حالته الاقتصادية عن طريق البوابة أكترونية ولا يحتاج أن يزور إلى مقره أو إلى منزله كلمة أيضا التجار والرجال الأعمال حقيقة عندما يتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسباب الوسطى وفرق بينهما حقيقة عندما يستشعر الإنسان هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا يعطيه حماس ودافع إلى أن يكون من المبادرين إلى كفالة الأيتام والأستاذ عندهم أيضا في قسم الموارد والبرامج كفالات كثيرة يعني الكفالة التي تقدم اليتيم ليست نقدية فقط وإنما نقدم له أيضا الدورات التدريبية نقدم له الدروس الخصوصية التي يحتاجها في المدرسة إذا كان متأثر أيضا نقدم لها الدورات التي يحتاجها في الجامع من اختبار القدرات من اختبار تخصص سؤال حقيقي عندكم أي وقف أي مشاريع الآن في الوقت الحاضر التي تحتاج إلى مساعدات الدعم عشان ندعو جميع فاعل الخير ورجال الأعمال وسيدات الأعمال للتبرع لهذه الأوقات نعم فضل لدى الجمعية وقف قائم نعم ولديها الآن مشروع الوقف الثاني وقد بدأت اشترط قضعة أرض وفي طور الانتهاء من التصميمات النهائية هو أيضا يعني وضعت التكلفة الإجمالية التقريبية للمشروع قرابة الخمس وثلاثين مليون ونطمح إن شاء الله تعالى أن يمنى الله عز وجل علينا ونستكمل هذا المشروع إن شاء الله تعالى في القريب ليخدم كافة شرائح الأيتام لدينا في الجمعية وفي منطقة نجران الشيخ خسادة ذكرت على تساس كفالة اليتيم كيف يتم الإنسان لو أراد إنسان يكفل يتيم وخارج نجران هل في إمكانية كفالته من خارج نجران ولا بس مخصص لأهل نجران بالنسبة للكافرين حتى من خارج نجران بيستطاع أن يكفل أيتام داخل نجران وبذلك بالتواصل على رقم حساب الجمعية وعلى رقم جوال الجمعية سواء برسالة SMS أو بالرسالات WhatsApp أو بالاتصال ويعطى كامل البيانات التي يتحاجها عن هذا اليتام ورقم حسابات الجمعية الآن إحنا طبعا داعين إحنا خليناهم زي ما يقول مسك الختام والحقيقة سمعنا الكثير عنه فنبغى أولا نرحب بالشاعر والمنشد حسين آل البيت حياك الله أعطنا نبذة مختصرة عن حياتك بداياتك كيف بدأت في الإنشاد والشعر مع بعض أول شي حبي أمس على أخواني الموجودين عليك بالخير وعلى الضيوف هم أهم شيهم اللي تركوا أشغالهم يوم شافوا الإعلان في المرقابل الموجودين تركوا جو لا أبو زيد من دوتو كويت ولا المنشد خالد العلي الله نرحب فيه كان من أول قليم فلاح المسر جداغاتنا في تويتر وفي القناة وأخواني اللي جاي معهم اللي يبقى يعرف عن حسين متبدياته جوجل ما خلا شي ولا تويتر حنا حلقتنا اليوم خيرية صحيح وتفاجأت بأخوانيهم جاينا وهي وفاق بس عندي سؤال الجمعي هذه في نجران بس ولا المملكة كلها هم مكتبهم أعتقد في نجران فقط جميعي هذه جمعيتكم في نجران فقط في نجران فقط لها قطاع خاص أنا اللي استغربت كم عمر هذه الجمعية ثلاث سنوات ثلاث سنوات أنا من أبناء نجران ولا طلعت منها وجميع الاحتفالات خيرية حكومية موجود فيها وتفاجأت المفروض لحمن السكين أنا من أول معهم لكن الله يعطيهم الخير والعافية ونوقف معهم بالحال بالمال بالوقفة وأنا حقيقة أني استغربت هذه حاجة تشكرون عليها قناة المرقب يعني سمعت لكن اللي نعرف في أي ثام ناس واجد في نجران ما استفادة من التفرع ما وصلهم أنا واحد من أهب من المنطقة ما درت في هذه الجمعي يمكن هذا الهدف من برامج هذا الهدف أنا أقولكم تشكرون عليه لكن نعم نتمنى خلينا أنا أتكلم معكم أنا لو زهمت أنا لو زهمت هنجران دالح يقول تكفوهم تبرع لهم جالهم فوق 20 مليون صلت عني بي لكن أتمنى الأساسيات حقتهم هو أنهم يطفون أحد من أبناء المنطقة يعني كم يتيم ما يقدر يصلهم صح ولا لا لظروف المسافة البعد ما يدري عن مكاتبهم أنا داب صحة وسلامة وفي المنطقة ما يدري عنهم شيء سلامتكم أنا بطلق كيف تقدروا تعرفون أفسكم الآن خلينا نتكلم خلنا نتكلم حنتكلم إذا الآن في كم يتيم يتابع للقائب يتابع يجيهم ما يدري كيف التواصل عندهم أمين لا في رقم الحساب عندكم موجودين أنا أتكلم يتيم يتركوا المتبرع المتبرع أنا الآن المتبرع بيأصل بإذن الله لكن اليتيم كيف تأصلون لحن فيها هذا السؤال هو عندنا بالنسبة لأيتام عندنا جورة تعريفية على المدارس خلينا أتكلم أولا نرحب بالمنشد المنشد ظافر الأحبابي وهو الحقيقة معروف بالأناشيد الوطنية بصورة خاصة حدثنا عن نفسك مثل ما عرفنا أستاذ حسين كلمنا شوي ونبذة مختصرة عنك الله يمسيك بالخير أخي محسن مسي بالخير على ضيوفك أبو سالم على الحضور لأنني نشكرهم أخيانا واللي متواجدين من قبل ونشكر قناة المرقاب والقائمين على قناة المرقاب على هذا البرنامج الخيري الله يتجاه من الخيري إن شاء الله جميل أنا سماعت أنه في دوتو بينكم الثلاثنين هل في إمكانية نتشرف بسماء هذا دوتو من خلال هذا البرنامج الخيري جمعنا في رمضان أبو سالم بيني وبين أخكم دوتو خلينا نسمع أبشي أبشي يا لبيك يا سلمان يا سيدي لبيك يا عرش الملوكي هياه وياهبت السلطان تسلطان سلطان هيا الله معبد الله إياك وخشى منك وارجي وارجي منك توفيقك ورحمتك يا رحمن أعوذي بجانبك منها للشركة والتشكيك وتسترم ما تقبلها المذاهب ولا الأديان اليوم يشك عن الإسلام وأهلك ومن دويك سعت ومصيرك تاكي الحوذي الخوان لا ترضع شبوحك فوق وربض ومديدك يا عايش على السبهان بتموت وانتمهان وحنا كوك مثل إحرار يوم جند تملك يوم غمار جيش إيران ومهجن الشيطان ليلة طارية سميت خطرت عن طارك مثل مات خطر الشمس لقمة الضلعان يا لبك يا سلمان يا سيدي لبك يا عرش الملوكية ويا حبة السلطان حنا سلم من سلامك وان عادي معاديك في شتابك على الأرض ويات شخص كان العرضان يا سلمان كلان عيونه فيك على منبر الإسلام والمسلم من أخوان على هاي بتكلن يبايعك ويوالك يا سلمان بن عبد العزيز العرب سلمان يا سلمان بن عبد العزيز العرب سلمان جذبني كلامك لين شواق لي يا جارك يا قمة لدب والفكر يا سعد بن جادلان سبحانه تعالى لا توكل تباه ينجيك جلس قدرت لي كل يوم وهو بيشان يصدق الكلام الله يصحك ولا يغويك تصيلك سمع وينهرج بك بكل إنسان جذبني كلامك لين شواق لي يا جارك يا قمة لدب والفكر يا سعد بن جادلان يا الحوثي حياتك ذل لي أول كذب تالي تعيش العمر بذل والعار والخدلان تجيبك على الأرداء قدرك الفرس وتودك وعند العرب مالك سفيناه ولا ربان والربي على الصالح ومن معه والربي هي الجحادة المعروف خوانت الجيران وإذا غرتك نفسك وسجيت عن ماضيك نذكرك قبل الحزم عن معركة الدخان بعد ما ومر سلمان والله ما يحميك من سيوفنا من قال أنا خلي عديران يا لبيك يا سلمان بروحنا نفديك رجالك رجال ما خلق فيهم الجابان معلمات بي يبشر بنا في الذي يرضيك يا فخر العرب يا لاصرك على الرجح الرنان جميع العرب توقفلك جلال وتحييك يا قدوة ملوك على الأرض في سائر الأوطان يا قدوة ملوك على الأرض في سائر الأوطان يا قدوة ملوك على الأرض في سائر الأوطان أيها الأخوة أعتقد بالنسبة للمنشدين أصبح لهم الحقيقة دور كبير في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية وأنا الحقيقة اللي أفتخر به إن أكثر أو أغلب المنشدين والشعراء هم صادقين في مشاعرهم لأنهم يستقدموا المشاعر والأحاسيس فمثلا شعرنا ومنشدنا الحقيقة اللي قاله هذا واقع الواقع اللي قال الساد حسين عن بالنسبة للعفوة يعني هذه مو يعني ترى مو انتقاد لكم لكن إذا كان هو ابن من أبناء نجران وهو معروف واسم معروف في المنطقة بل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت والأولا نقدم تعازين إلى الشعب الكويتي الشقيق تحية لكم الحقيقة ونضمن لكم أنكم منتصرون على الإرهاب إن شاء الله نحن معكم يا شعب الكويت الحبيب أنا من تربية الكويت الحقيقة وأنا فخور جدا بوجودكم معنا الليلة في الخير يجمعنا في رمضان وأنتم أهل خير إن شاء الله فتحية لأبناء الكويت طبعا نبغى نكون صريحين يعني لماذا لم تصل الرسالتكم إلى مثلا شخصية إذا كان مثلا شخصية من الشخصيات مثل الحسين ما وصلت له كيف تصل للأجتاء اسمح لي أنا بقاطع قبل نقطة بسيطة أولا شايف والله أني معهم لكن أنا عارف أنت معهم أنا سمعت لا يذكرون أني معاربت لا وأنا بعدها بتشوف شيء يسرك أنت قبل قبل ما أنت ناقش في هذا الموضوع الحقوق ما أنا باعت أنت نسبت أنت نسبت القصيدة هذه لي أما لو أنها لغير سعد بن جدلان كان ساركت لا لا أنا قلت لأ أنت قلت على السلسل قصيدة هذه في الملك سلمان من كلمات سعد بن جدلان يا لبيك يا سلمان الشاعر الكبير سعد بن جدلان أوجه لها تحية وجاراه الشاعر مبارك المتغم لي وشلها ظافر وجه لهم تحية والله يبيض وجيههم أما النقاش عند أخواني يتفضلون لا لا بس نبغي جواب يجاوب يعني الحديث يتفضل الله أتك العافية حقيقة مثل هذه الأمور الجمعية عمرها ثلاث سنوات وحقيقة أنها بذلت أشياء كثيرة للتعريف بالجمعيين فرئيسها الفخري هو صاحب السمو الأمير جلوي عبدالعزيز أمير منطقة نجران وقبلها صاحب السمو الملكي الأمير من شعر مبدالله وهو الرئيس الفخري والمؤسس لها الجمعية استغلت جميع الاحتفالات للتعريف الجمعيين فلها في كل عيد مناصط تقدم في المولات الكبيرة في المنطقة نجران للتعريف مناصط الجمعية ولها أي إن شاء الله بعد فترة الآن من خلال هذا البرنامج وقناة المرقاب المشاهدة في كل جميع مناطق المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي ستشاهد هل عندنا أي شيء عن جمعية خلينا نشاهد مع بعض هذا الفيلم ربما تصر رسالة لكل مواطن إن كان في نجران أو جميع مناطق المملكة العربية السعودية خلينا نشاهد هذا الفيلم ونعود إلى المصر وإسم المقتصر الذي اختارته الجمعية ليكون عنوانا لها يعبر عن هويتها ويعرف برسالتها ويشير إلى طموحها فهي تسعى لتحقيق رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان روعة في عطائه جميلا في خلقه وخلقه وهو القائل أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ومن هذا المنطلق نشأت فكرة التأسيس الجمعية لتكون نقلة نوعية في مجال العمل الخيري بالمنطقة تتمنى في المساء نصوب العلاب افتخار نلقى شمو خليتي تزرع وتجني الثمار فيها الأدب والوفار في كل مجد عظيم في كل مجد عظيم في كل مجد عظيم نلقى شمو خليتي اتمنى في المساء نصوب العلاب افتخار نلقى شمو خليتي مسيرة رفقاء لثلاثة أعوام أولاً بناء الشراكات قامت الجمعية بعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض قامت الجمعية بعقد شراكة مع مؤسسة بيت الخبرة للعمل على الجودة والحصول على شهادة الآيزو كما قامت الجمعية بتشكيل مجلس الأعضاء الشرافيين والفخريين واستقطاب شريحة كبيرة من رجال الأعمال بالمنطقة قامت الجمعية بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة اللجنة الإدارية والمالية الأوقاف والاستثمار والبرامج والأنشطة تجين فريق رفق التطوعي المشاركة فيما يزيد عن 12 معرضاً خارجياً للتعريف بالجمعية ثانياً الزيارات واللقاءات زيارة ما يزيد عن مئة جهة خيرية وحكومية واجتماعية لتبادل الخبرات زيارة المسؤولين والجهات الحكومية ذات الاختصاص بالمنطقة ثالثاً الفعاليات والمناسبات نظمت الجمعية عدداً من البرامج والمهرجانات حضرها ما يقارب خمسة آلاف شخص من جميع فئات المجتمع ومن ذلك حفل تجشين الجمعية في عام 1434 للهجرة فعاليات اليوم العربي لليتيم 1435 تنظيم أكبر احتفال لسائل تكريم أمهات الأيتام حضره سبعمائة أم وسيدة أعمال بتشريف من صاحبة السمو الملكي الأمير عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فعاليات احتفال فرحة يتيم 1435 للهجرة وتوزيع هدايا صاحبة السمو الملكي الأمير عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الأيتام احتفالات عيدي الفطر والأضحى المبارك للأيتام رابعاً التأهيل والتدريب يحصل كل موظف على 75 ساعة تدريبية ليكون إجمال ساعات التدريب التي يحصل عليها موظف الجمعية 1500 ساعة تدريبية خلال السنة الواحدة تأهيل تخصصي لبعض الوظائف التي تحتاجها الجمعية مثل استشار الضمان وجودة دول معتمد إخصاء مسؤولية اجتماعية خامساً إعلام رفقاء تم تقضية أخبار ونشاطات الجمعية بما يزيد عن 500 خبراً على مختلف الصحف الورقية والإلكترونية نتمنى أن يكون الفيلم واضح عن الجمعية ونتمنى أن يكون كلام الأستاذ حسين أو الشاعر والمنشد في محلة لأنه صديق صادق لولا غيرته على أبناء منطقته وعلى هذه الجمعية الخيرية الإنسانية اللي قاله أنا معاه خلونا الآن نعود إلى المنشد الشاعر والمنشد حسين وأيضاً المنشد ضافر عندكم شيلات نبغى نسمحها والحقيقة ترى الجماهير كلها تنتظر منكم شيء الليلة لا تطلع هذه الحلقة إلا بقوتكم والحقيقة ما قدمتوه بهذه الليلة يعتبر شرف لنا جميعاً الله يشر المقدارك وإحني السعداء والشرف لنا الشيء الثاني أنا باسمي أتكلم أنا جاءتني رسالة من أخواني المنشدين باسمي وباسم أخوي ظافر وفلاح المسردي وخالد العلي منشدين متبرعين للجمعية بخمسة ألاف هذه كبداية هذا والله العظيم لو ندرين المجتمعين هذا أول تبرع لكن لي ما علمتم والله أني تفاجأت إن طلعت على المسرح أن الجمعية هم منطقة مجران لكن كلامك كوي كلامك أنا أقول لك أيد ومن الدعمين نشكر نشكر الحقيقة كل من تبرع طبعاً هذا تبرع سخي بالمفاجأة الحقيقة جت بالمفاجأة لكن في محلها وتحية والله مفخر يا أبو محسن ما عاد نجد على كلام أبو سالم ونحن نرد على هذه المفاجأة وهذا التبرع السخي بأن نشرف بأن يكون ضيوف هذا اللقاء هم أعضاء شرفيين في جمعية رفاق لا أسعدكم أضوية شرف في الجمعية وخلينا نسمع الشيالات لأن الوقت أخذنا يعني من أخي حسين من الشاعر المنشد حسين خلينا نسمع منك الشيالات لأن الجماهير قاعدة تنتظر أصدتك عني غريبة لا والله إلا عجبة خونت تزعلان إلا لا أكيد تزعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان إلا لا ما عادك تبان انفاجأتني باتصالك يا منيتي كيف حالك والقلبي عتبان إلا لا بالحيل عتبان تبي عنك وأخذت ضيمك ترى قديمك نديمك مشبت الإحسان إلا لا جزايا الإحسان أصدتك عني غريبة لا والله إلا عجبة خونت تزعلان إلا لا أكيد تزعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان إلا لا ما عادك تبان روحت مدري علامك حتى بخلت بسلامك تراني إنسان إلا لا أكثر من إنسان وما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله غرقان غرقان لا لا بالحيل غرقا وصدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة خونت تزعلان إلا لا أكيد تزعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان إلا لا ما عادك تبان أولي من البعد والله مقوى هي أقل حلي في بعض الأحيان إلا لا في كل الأحيان أخاف لا حمطري ينزل على كاف غري أخاف لا حمطري ينزل على كاف غري وعيشي ندمان إلا لا أموت ندمان وصدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة خونت تزعلان إلا لا أكيد تزعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان إلا لا ما عادك تبان أديتها لا مرحبا بك أسموحي حضرت جنابك لكن من الآن إلا لا اسمع من الآن لو غفت عني دقيقة من عقبها في حريقة لو غفت عني دقيقة من عقبها في حريقة وقلت غرضاني لا لا أماني في غرضا وصدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة خونت تزعلان إلا لا أكيد تزعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان إلا لا ما عادك تبان وشوق لو جاء محلي ما كو ما وضي وصلي في القرب حرمان إلا لا والبعد حرمان وصدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان إلا لا أكيد زعلان وصدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان إلا لا أكيد زعلان حينما حضرنا للبرنامج الخيري ونشكر قناة المرقاب على هذا البرنامج اللي فزابه عن بعض القنوات نعم ومن هذا المنبر الناشد أهل الخير وهل التجار وإخواننا تجار بدعم هذه الجمعية اللي قايمين بها أخواننا الله يجاهم خير إن شاء الله ومن فعل الخير فهو النفسه وينجاه إن شاء الله عند ربه بإذن الله الله يطوي الله عنك إن شاء الله دعونا نختتم البرنامج الليلة بشكل أمن على خشمي برطة الضرف بعدنا بعد مباشرة نسحب على الخروف أو قيمة الخروف أمشى الخروف ألا أبدا بالفضل ودي على وقت مضى كيف كنا ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً شكراً الحقيقة شكراً الآن بنسحب على قيمة الخروف والشاعر المنشد حسين حيختار من سيفوز بقيمة الخروف الليلة نسحب الرقم وتاخد حق السحور تذبح على الخروف خلينا نسحب اول رقم. طبعا احنا عارفين ان بعض الاخوان اللي اخذوا الارقام مشوا. خلينا نشوف لازم يطلع الواحد منكم فايز من الخروط. طيب ياخد. خلينا نشوف. استاهد استاهد. انتم معاقبني في كل مكان يا يا الله ترى ما يعرف احد. ما يصير نسحبها كل هذه. لا تسحب واحد. ما لكم الا واحد. طيب. الرقم ثمانية وخمسين موجود. تمانية وخمسين. موجود تمام. تعال. تعال. خد. جيب الرقم اللي عندك. وفيه. بس واحد لا. خلاص. طيب. انتم متبرعين وانا متبرع الواحد ثاني. الله يطول لعمرك. هذا برضو. اللي هو سبعمية وواحد وخمسين. سبعمية وواحد وخمسين من الشاعر المنشد. في احد سبعمية وواحد وخمسين. وين غير يقول لك. ما احد عنده. هذا راح. ما قد كنسل خلاص. ولا لازم. طيب سبعة وخمسين. سبعة وخمسين. اخوك برضو. يلا يلا. تعال. 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 مبروح. 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 نشكر. نشكر طبعا. احنا اولا خلينا نقدم الشكر الجزيل. طبعا. طبعا. هذا باسمي. نعم. الخروف ذات ثاني باسمي باسم اخوي ناصر. والجولة تحية. هدية هدية العيد من. فضل. فضل. تعال فضل. خد من. اتنين لكم شي لأخوك. تعال. اجي كاشل لك. تعال خد هناك علشان يصوروك وانت تستلم. ترى الضرف فيه فلوس. صورني معه. صور. الله حيا. كيف خارج اسمي. عندك خروحين. يلا مبروكين. مبروكين. اعطى الارقام. خد هذا واحد. وهذا قيمة خروف ثاني. تحية تحية تحية. الله يبارك. يبغي المنشدين كده. يبغي الشعراء والمنشدين كده. شكرا. 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 كلمكم معروف. انا احب. طبعا. كان ودنا ان احنا نستمر اكثر واكثر. لكن الحقيقة. اثروا الحلقة. نشكر جمعية رفقاء لرعاية الايتان بناجران الشيخ اسعد فرحان الفيفي. نائب رئيس مجلس الادارة. والاستاذ عيسى يحيى القرني. مدير البرامج والموارد. شكرا جزيلا المشاركتكم معنا. ايضا. نبغي ننهي البرنامج بشيء له من ايدكم. وختامه. طبعا نشكر جميع من شارك معنا. نلتقي مساء الثلاثاء مع جمعيات اخرى. والان شيء له مساء الاحد. ما عندنا لا الخميس ولا الجمعة ولا السبب. نبات فاعل. ميلة الاحد. هتكون معنا جمعيات. فضل. بسم الله. يا ولي في وانت لا قلت قلت امرك مطاع وانت مش بعني مفارق ومن وصلك جوان هو انت ساحرني بحبك ومن كل قلب لا اعلو عتم من التحمل بما لا يستطيع. يا ولي في وانت لا قلت قلت امرك مطاع وانت مش بعني مفارق ومن وصلك جوان وانت ساحرني بحبك ومن كل قلب لا اعلو عتم منها تحمل بما لا يستطيع. لا تعا مني بذوبة تغلي والخداع. ولبس ثيابة تواضع. يا بو قدر الرذيع. ما سمعت اصحابي اللي تجد الاطلاع. في صدور اهل المحافة. ولو سدك مني ينصح لي بس انا كل تمال النصح اللي تجد الوداع. في حبيبي ما شاور ما اسمع ما طيح في الموضع ينصحوني وخاف من الضيار. والموضع صعب دايم على قلب الشجيع. مثل ما قال ابن جاد لان ورجول استماع. بيتي اشرح لك عن اللي من الفرقة في جين. انعنبوا ملا مني. لا تجاهد الوداع. الموضح الطلاب. الحشجر حلي شريح. يا ولي في وانت لا قلت قلت امرك مطار. وانت مش بعني مبارك. ومن وصلك جوي. وانت ساحلني بحبك. ومن كل قلب لا. لو عتم منها تحمل بما لا يستطيع. لا تعمني بذوبة تغلي والهداع. والبس ذيابة تواضع. يا بو قدر الرذيع. ما سمعت أصحابي اللي تجد الاطلاع. في صدور أهل المحافة. ولو سدك مني ينصحوا لي بس أنا كل تمال النصح دابي. حبيبي ما شاور ما اسمع ما طيح في الموادع ينصحوني. وخاف من الطيام. والموادع صعب دايم. على قلب الشجيع. مثل ما قال ابن جادلان ورجولي استماع. بيتي أشرح لك عن اللي من الفرقة في جين. نعنب ومن لا مني. لا تجاهد الوداع. الموضح الطلاب. الحشجر حلي شنيح. الموضح الطلاب. الحشجر حلي شنيح. الموضح الطلاب. الموضح الطلاب. الحشجر حلي شنيح. موضح الطلاب. علمنا أن نسرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا خير يجمعنا خير يجمعنا